ايه ايه بقى الطرق اهدث الطرق في تجميل الاسنان يعني عصر الاسنان يا دكتور انا باعتبرها اهم من عمليات التجميل لانه لما حد بيجمل الاسنان بيدي للوش شكل تاني خالص يعني زي ما حضرتك بتقول تجميل اللي هي كبيرة شوية اللي نزلة على السنان او تجميل الاسنان عموما ده بيدي كده شكل مختلف تماما يعني يعني انا عايزين نتفق تماما على اساس ان في حاجة اسمها الاي كاتش في حاجة بتشد العين للشخص سواء رجل او بنت صحيح اللي بيشد العين دايما تلات حاجات الشعر ولونه العينين ولونها الاسنان صحيح تمام فالي نقدر نقول ان الاسنان هي تلت الجمال مش نقول كل الجمال ولكن اما بنعمل تجميل الاسنان او بنغير لون الاسنان او بنغير شكل الاسنان بتبقى بنوصل بيها لغاية 60-70% بتعمل اي كاتش بتشد العين اكتر احنا عندنا السواد الاعظم كل عندنا سودة او جدي او عسلي باستثنان حضرتك طبعا مش خضرة دكتور ولكن احنا بنقول العنصر الاساسي بقى الشعر او البشر او الاسنان ده صحيح فالتجميل الاسنان ده بقى بحر كبير جدا وبقى لي جامعات برا اقسام متخصصة في مجال التجميل جامعة كذا فيها قسم لتجميل الاسنان وده الجديد برا طبعا التجميل ده بقى بيتراوح من بقى من ان انا عندي سنة شكلها وحش او مكسورة او لونها غامق او او الى ان انا سناني كلها مش مصفوفة الترتيب بتاعها مش حل اه محتاجة عملية تقويم مثلا زي شهر زمان مثلا في بعض حالات التقويم دلوقتي بقى تستعمل بالتجميل اه مبحتاجش بقى ان انا اقعد سنة وسنتين اعمل تقويم عشان ازبط شكل الاسنان تقويم اللي هو كان اللي بتاع السلك بتاع زماندي اه تمام ده مبقاش فيه باللوقتي حالات كتيرة جدا من حالات التقويم بقى انا نعملها تجميل النهاردة بدلا ما انا استنى سنة وسنتين عشان ااخد الشكل النهائي اللي انا عايزه بقيت ااخد في اسبوع واحد الشكل اللي انا عايزه ناهيكي عن ايه بقى التقويم انا برتب الاسنان بس لكن ما بغيرش لونها ما بغيرش شكلها لكن التجميل بيرتب الاسنان وبيغير اللون وبغير شكل السنة كمان حتى لو فيه ضب او حاجة بالضبط بالضبط طب والتغيير يعني اللي هو بنسمعه دلوقتي اللي هو اه الهوليوود سمايل هو بنفيش حاجة اسمعه هوليوود سمايل ولكن يعني بدايتها كان الممثلين في امريكا ابتدوا يعملوا تجميل الاسنان فالكلمة الدرجة دلوقتي تقليد الممثلين في امريكا وهي تقدر تقولي حقيقة انتشرت طبعا عندنا في الوطن العربي بصورة كبيرة جدا وانا هوريكي على حاجة جديدة جدا مثلا الطبيعي ان انا باجي السنان نفسها باخد لها مقاسات واعمل ديزاين وبلان ان انا هعمل السنة دي اغير شكلها ازاي اعرض او ارفع او اطول او اقصر وبيجي عليها اشرة من بره اللي هي اللانسز اللانسز دي اه تديني الشكل واللون والرسمة اللي انا عايزها واحنا معنا تقرير بالكلام ده هنشوفه سوا اه في حاجة جديدة بقى للوقت افردي حد محتاج حاجة سريعة وعنده مناسبة وعايز يعني مثلا شكل كويس تمام فاحنا هوريكي حاجة بسيطة كده بس احنا يعني دي حاجة ما هياش دايما لكن هي بتغير شكل الاسنان في من خلال جلسة واحدة بيجي ياخد مقاس بعدها بيومين بيجي استلم الشكل ده بيغير لك لون وشكل اسنانه للمناسبات بتتشال وتحط يعني يركبها وقت ما وخارج بالزبط كده اه بالزبط والجديد منها ان احنا ممكن بنركبها ويقدر ياكل بيها مسلا لو في مناسبة اه اه انا بتكلم عن تجميل الاسنان يعني زي ما نعمل يعني ان انا ماهداء دي حاجة غير اللي احنا هنشوفها سوا بقى دلوقتي في التقرير طب وريان يا مجد اه دي عبارة عن الانسز بتركب على كل سنة لوحدها اقدر نظف اسناني بالفلوس اقدر استدم الفرشة ومعجون طبيعي اقدر اكل طبيعي اقدر عيش حيط طبيعية جدا ودي بتفضل برضو بندي العين بتاعها ضمان مدى الحياة عليها اه مدى الجديد ان انا مش بعملها له مرة واسيبه لأ انا بعملها له واقوله دي الشكل ده اللون ده معاك مدى الحياة يعني الكراونز اللي بتركب يا دكتور بعد اذنك غير اللانسز الكراونز ده اللي هو شغل التمينات والتسعينات واوال الفينات كمان نحنا كنا بدينا مسك السنن وبرودها كلها من جميع الجوانب وتركب لها الكراون باللون اللي احنا عايزان بالزبط تمام لأ دلوقتي انا ببرودش ما بقربش من الاسنان خالص باجي عالطبقة الخلاجية من السنن بخشنها بس وبنحط عليها الطبقة اللي احنا اتفقنا عليها غيرنا الشكل غيرنا اللون ونرزق هالو مدى الحياة